كل ما جاء في تقاريركم وتوصياتكم محل دراسة من طرف الحكومة في مجالس وزارية مشتركة لكي نستغل هذه الاقتراحات في تسيير شؤون البلاد وفي دعمكم ميدانية هو لكي أطلب من السيدات والسادة الولاة استعمال بنود القانون قانون السفقات لفتح ملف مراجعة كلفة السفقات العمومية سعر الإسمن تنزل القنطار حبط من ألف دينار لربعمائة دينار سعر الحديد الخورساني رابطه حبط إلا السفقات العمومية لما حبطتش اليوم المواطن نسكنوها نحولوهم بالصغاريت شهرين بعد حروب العصابات في الإحياء اليوم المواطن درنا له إجراءات باش ولاده وبناته يمشي ويقراه باش المقاول يشغل لكن الأمن العام شوي ضعيف عليكم سيداتي سادتي الولات تكونوا الخط الأول للمواجهة لهذا التحدي عن جنحيه الجنح الأول هو الجناح التوعية أنتم في الميدان تعرفوكم من آلاف من جمعيات تساعدها الدولة هذه الجمعيات لازم تقدم شيء بالمقابل في إرشاد وتوجيه الشباب لكي يكون له تصرف لائق أكثر وفي احترام أقوى القانون ثانيا الدولة وبفضل قرارات سيد رئيس الجمهورية خلال العشر سنوات الأخيرة عند هاليوم الكافي من قوات الأمن العمومي من شرطة ودرك وهم مكونون تكوين عالي فعند الحاجة يجب عليكم تواجهوا المشاكل هذه بالتوعية أولا بالقانون ثانيا لكن لا يمكن أن نستمر في تنمي وتفشي الفوضى والعنف اليوم المواطن صبح فريسة أمام الترويج وحتى أمام محاولة مساس بالاستقرار البلاد الشبكات الاجتماعية هذه اللي ريزو السوسيو وكل ما هو جاري فيهم أنتم عارفينه فالأفضل أن تكون المعلومة موجودة من طرف المصدر الرسمي الأفضل أن عندما تكون إشاعة يكون لها تكذيب صورا اشتركوا في القناة